اشتركوا في القناة صلوات الله عليك بك صلني عنك لا تقطعني بأمك فاطمة أتوسل إليك وهذا هو جهدي جهد العاجز بين يديك كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة سلام عليكم هذا هو برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك الحلقة السادسة والأربعون بعد المئة فاصلوا في أفق التطبيق النظري والعملي في مستوى عقولنا وقلوبنا وما يظهر من ذلك في نوايانا وأحوالنا وأقوالنا وأفعالنا خلاصة ما تقدم من كلام الأركان الثلاثة الأول والثاني والثالث من أركان عقيدة التوحيد إذا ما تمازجت مع عقولنا وقلوبنا فما تترك من أثر في تكوين شخصيتنا والذي نتواصل من خلاله مع وجه الله المتجلي بين أظهرنا مع إمام زماننا فهنا تتكامل الحديث الذي قرأته عليكم من معاني الأخبار لشيخنا الصدوق والكتاب بين يدي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة الثالثة والتسعين الباب الذي أقصده هو الذي عنوانه معنى الإسم الحديث الثاني بسنده عن محمد بن سنان عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه لن أقرأ الرواية بتمامها لأنني قد قرأتها عليكم في الحلقة الماضية وإنما أذهب إلى موطن الحاجة من الرواية الشريفة في الصفحة الرابعة والتسعين إمامنا الرضا يحدث محمد بن سنان يحدثه عن الله سبحانه وتعالى فأول مختار لنفسه العلي العظيم مختار لنفسه من الأسماء فأول مختار لنفسه العلي العظيم لأنه أعلى الأشياء كلها فمعناه الله واسمه العلي العظيم وهو أول أسمائه لأنه علي على كل شيء على هنا فعل لأنه علي على كل شيء وكل مفعول به وهو أول أسمائه يعني العلي العظيم لأنه علي على كل شيء ما أحدثكم عنه في تفاصيل عقيدة التوحيد يحتاج إلى عناية في تتبع هذه المطالب وتحتاجون إلى تدبر وتفكر هذه المطالب أولاً ما هي بالمطالب السطحية السهلة إنها مطالب عميقة تحتاج إلى أنات في دراستها وتحتاج إلى روية في محاولة فهمها والتمازج معها ولأن الحديث في هذه المطالب بالنسبة لكم حديث جديد فعليكم أن تكرروا الاستماع والإصغاء لهذه المطالب وهذا ما هو بأمر عسير عليكم فإن الحلقات هذه ستكون على الشبكة العنكبوتية بإمكانكم أن تعودوا إليها على موقع قناة القمر الفضائية على الموقع الألكتروني وأن تتابعوا هذه الحلقات ولو بتقطيعها إلى مقاطع بحسب وقتكم هذا موضوع حساس نحن نتحدث في موضوع معقد ومركب وحساس لا شأن لي بما يتحدث به الوهابيون ويشيعون بين الناس من أن موضوع التوحيد موضوع بسيط لا شأن لي بفكري وثقافتي الوهابيين وسائري تفرعاتي وتشققاتي واتجاهاتي سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بما كتبه وألفه ونشره في الوسط الشيعي مما جاء عن سقيفة بني نجف فعقائد سقيفة بني نجف بالنسبة لي لا شأن لي بها وعقائد سقيفة بني ساعدة بالنسبة لي لا شأن لي بها أنا أحدثكم من قرآنهم المفسري بتفسيرهم فقط لا بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير سقيفة بني نجف أحدثكم بحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم لا شأن لي بما تعتمده سقيفة بني ساعدة في التعامل أن تعيد الاستماع وأن تتابع الإعادات هذه الحلقات ستعاد ستعاد وتبث على شاشة هذه القناة ومجموعة حلقات أعرف إمامك سيعاد بثها مرة أخرى بعد أن تكتمل مجموعة هذه الحلقات أقول ناصحا للذين يريدون أن يعرف عقيدتهم عليهم أن يتابع هذه الحلقات مرة أخرى وبعناية وبدقة وأن يلخص المطالب بقدر ما يستطيعون وأن يكتب الملاحظات على الورق نحن نتحدث في قضية خطيرة جدا إنها العقيدة السليمة هذا الموضوع ما هو ب موضوع يمكن للإنسان أن يتساهل فيه على أي حال لا أريد أن أطيل الكلام كثيرا في هذه الجهة وأعود إلى الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه وهو يجيب على أسئلة محمد بن سنان إلى أن قال إمامنا الرضا فأول ما اختار لنفسه العلي العظيم من الأسماء الحسنى لأنه أعلى الأشياء كلها فمعناه الله العلي العظيم العلي عندنا اسم وعندنا معنى وهو المسمى فالمعنى هو المسمى يمكننا أن نقول الإسم العلي العظيم والمسمى الله أول معنى الله مثل ما قالت الرواية الشريفة فمعناه الله واسمه العلي العظيم فما ستجدونه مترددا في الروايات من حديث عن اسم ومعنى وعن اسم ومسمى المعنى واحد الاسم هو الاسم الذي يشير إلى المسمى يشير إلى المعنى فالمعنى والمسمى واحد فمعناه الله واسمه العلي العظيم هذا الحديث مثل ما بيّنت لكم في أفق الحقيقة المحمدية ومر علينا من أن الله خلق اسما وجعله كلمة تامة وتجلت من ذلك الاسم تجليات إنها الأسماء الأربعة التجليات الأربعة فهناك التجلي المكنون المخزون لم يظهر للخلق وإنما استقر في ظله سبحانه وتعالى فلا يخرج منه إلى غيره وأشرقت الأسماء الثلاثة التي أولها وسيدها الله ومعه الرحمن الرحيم ومن هذه الأسماء أشرقت الأسماء الحسنى الفاعلة التي منها صدر كل شيء في سلاسل العلل والمعاليل في سلاسل الفيت أول اسم تجلى من الاسم الأول الله تجلى العلي العظيم ومن هنا تفرعت بقية الأسماء ومر هذا الحديث في الحلقات المتقدمة هذه البيانات وهذه التوضيحات من أن الإسم الأول الذي تجلى هو هذا الاسم وبعد ذلك تجلت منه تجليات وأول تجل هو هذا والتجل الثاني هو هذا هذا الكلام كله تقريبي هذه حقائق الغيب العظمى لا نستطيع أن نحيط بكنهها الأئمة صلوات الله عليهم يحدثون بحدود لغة قاصرة لا تستطيع أن تتجاوز عالم التراب ونحن محكومون بحدود مداركنا فما يصل إلينا من بيانات إنها إخبارات تحتاج إلى دراسة وإلى تفهم وإلى تدبر وكل ذلك هو بداية إدراك العقائد فإن إدراك العقائد لا يتأتى من طريقة القراءة والكتابة أو من طريقة التعلم والتعليم ما نتعلمه من خلال هذه الأسباب يكون بوابة لإدراك العقائد بالنحو الصحيح من هنا نحن نحتاج نحن نحتاج إلى التواصل الروحاني نحن نحتاج إلى العبادة وحين أتحدث عن العبادة لا أتحدث عن نحو من أنحائها سيأتينا الكلام عن العبادة ومعناها ومضمونها سيأتينا الكلام في الحلقة القادمة وما بعدها فنحن بحاجة إلى أن نتعلم من خلال وسائل التعلم لكن الذي نتعلمه بمثابة بوابة هذه البوابة إذا أحسننا التعامل معها نستطيع حينئذ أن ندرك العقائد بشكل صحيح أضرب لكم مثالا والمثال حسي والمثال الحسي يقرب من وجه ويبعد من وجوه كثير على سبيل المثال إذا أردت أن أأخذ قلمي هذا وأن أكتب شيئا مما يدور في ذهني على سبيل المثال إذا أردت أن أكتب تعريفا لهذا الكتاب الذي بين يدي أن أعرف كتاب معاني الأخبار فأقول من أنه للشيخ الصدوق مثلا كيف تتم هذه العملية هناك مركز الذاكرة في الدماغ في المخ ستخرج المعلومة من مركز الذاكرة إلى مركز الإرسال قطعا يسبق هذا أن مركز القرار في دماغي اتخذ القرار أن أكتب تعريفا لكتابي معاني الأخبار هذا كله يحدث في لحظة واحدة لكنني أستطيع أن أفهرس هذه الأحداث بحسب علو رتبتها لا بحسب الزمان إنني أتخذ القرار أن أعرف كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق على ورقة صدر القرار فلما صدر القرار تحرك المحرك الفكري في دماغي واستخرج المعلومة من مركز الذاكرة وفحصها بعد أن فحصت المعلومة واستقر القرار على إرسالها إلى مقر الإرسال هذا كله في الدماغ فتبدأ عملية الإرسال إلى الجهاز العصبي عبر الإشارات المناسبة إنها الخوارزميات الإنسانية مثلما تتفعل الخوارزميات في الروبوت في الإنسان الآلي فتصل الإشارات إلى الجهاز العصبي وهكذا إلى الجهاز العضلي وهأني أمسك بقلمي وبعد ذلك أترجم الفكرة التي وصلت إلى مقر الإرسال في الدماغ أترجمها بخط على الورق بحروف مصفوفة وبكلمات متراصفة كل ذلك في آن واحد من الجهة الزمانية القرار مركز الفكر مقر الذاكرة حركة المعلومة من مركز الذاكرة إلى المحرك الفكري في الدماغ عملية الفحص تجري وفي الوقت نفسه عملية الإرسال تتحقق الجهاز العصبي والجهاز العضلي نصل إلى هذه الحركة أن أأخذ القلم وبعد ذلك أخط الفكرة على الورق هذه كلها تجليات حينما صدر القرار البداية هناك فأين تجلى هذا القرار تجلى في حركة مركز الفكر باتجاه مركز الذاكرة وبعد ذلك تنتقل المعلومة من مركز الذاكرة إلى مركز الفكر وإلى فحصها والتأكد منها إلى مركز الإرسال إلى الجهاز العصبي والجهاز العضلي إلى يدي وأصابعي إلى القلم وعبر القلم من خلال حبره ومداده على الورق سترسم الكلمات التي أريد منها وبها أن أعرف هذا الكتاب هذه كلها تجليات حدثت في آن واحد مثال حسي المثال الحسي كما قلت لكم يقرب من وجه ويبعد من وجوه كثير التجليات التي نتحدث عنها حينما نتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى تجلى في الحقيقة المحمدية تجلى بجماله وجلاله وعظمته وكماله ومن أن الحقيقة المحمدية تجلت بالأسماء الأربعة الاسم المكنون والأسماء الثلاثة الظاهرة والاسم الأول منها الله وتجلى بالعلي العظيم وبعد ذلك تجلت بقية الأسماء إننا لا نتحدث عن مسألة مراحل في مصنع من المصانع نحن نتحدث عن حقائق الغيب بعيدا عن قيود الزمان والمكان المثال الحسي الذي جئتكم به قد يقرب الفكرة إلى حد ما يمكنني أن أقرب لكم الفكرة من جهة أخرى بمثال حسي آخر حينما يشرق ضوء الشمس وينعكس في أعداد كثيرة من المرايا مرايا كبيرة مرايا متوسطة مرايا صغيرة مرايا صقيلة جدا مرايا ما هي بصقيلة جدا في الوقت نفسه يكون ضوء الشمس قد وصل إلى جميع هذه المرايا ولكن المرايا الصقيلة ستكون أسرع وأوضح وأبين وأشد في عكسها وانعكاسها لضوء الشمس الواصل إليها بخلاف المرايا التي ما هي بصقيلة مرايا مشوشة ليست صقيلة ليست واضحة وما ينعكس من المرايا الكبيرة سيختلف عن الذي ينعكس من المرايا الصغيرة وما ينعكس عن المرايا المتقدمة التي هي أقرب إلى الشمس نسبيا سيختلف عن الإنعكاسات في المرايا البعيدة نسبيا إلا أن التجلية في أصله كان واحدا وفي زمان واحد لكن المرايا هي التي اختلفت اختلاف تجليات الأسماء باختلاف الحكمة التي ترتبط بصدورها وتجليها مثلما هناك حكمة عند صانع المرايا فعينما صنع مرآة كبيرة وصنع أخرى متوسطة وصنع أخرى صغيرة وصنع مرايا صقيلة ومرايا مشوشة هناك حكمة هناك هدف هناك غاية عند صانع المرايا تجليات الجلال هي غير تجليات الجمال صحيح أن الجمال يستبطن الجلال في الأسماء الحسنى وأن الجلال يستبطن الجمال ولكن المشارق التي تشرق هي التي تكون فاعلة في هذا الوجود الشمس الشمس في وقت شروقها إنها تستبطن غروبها فالشروق يستبطن الغروب والغروب يستبطن الشروق فالغروب سيعود إلى شروق والشروق سيعود إلى غروب الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة العلي العظيم الاسم الأول الذي تجلى هو المظهر الجلالي الأتم قطعا يستبطن الجمال الجمال استبطن في الاسم المكنون رحمتي سبقت غضبي إنها الحقيقة المحمدية في أصلها أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها إنها الحقيقة المحمدية التي تشرق جمالا رحمتي سبقت غضبي الرحمة عنوان للجمال والغضب ما هو بغضب المشاعر عندنا نحن البشر الغضب عنوان يشير إلى الجلال لأن الرحمة حين تستعمل هنا يدركها الإنسان بسهولة تشير إلى جمال مشاعر الإنسان وأما الغضب يدركه الإنسان بسهولة يشير إلى قوة مشاعره وإلى جبروتها قطعا إذا كان الغضب حكيما رحمتي سبقت غضبي الحقيقة المحمدية حقيقة جماله سبحانه وتعالى وهي تستبطن حقيقة جلاله فللحكمة تجلى الجلال منها في الإسم الأول الله وحين أشرق أشرق بهذا الإسم العلي العظيم الحقيقة العلوية هي مجلى الجلال الإلهي وهي تستبطن جمال الله مثلما الحقيقة المحمدية في أول صدورها وفي أول تجليها إنها تظهر جمال الله وتستبطن جلال الله وحينما تجلت فيها الأسماء الأربع الإسم المكنون هذا الإسم المكنون هو جمال الحقيقة الحقيقة المحمدية ربما أستعمل هذا العنوان للتقريب محمد هو الحبيب محمد هو أحب ما ما خلق الله إلى الله والحب قرين الجمال فالوجه المكنون حقيقة جمال الأول الذي لا أولية لأوليته والذي أشرق في الحقيقة المحمدية الأولى في الحقيقة المحمدية العظمى لكن حين أرادت أن تتجلى لما سيصدر منها من سلاسل العلل والخلقيات ومن سلاسل الفيض فإن الباب الأول فإن الإسم الأول هو الله وهذا العنوان عنوان الجلال الإلهي ولذا فإن أول إسم تجلى منه العلي العظيم فالإسم العلي العظيم والمسمى والمعنى الله هذا الموضوع سأعود إليه حينما أحدثكم عن العبادة لكنني أردت أن ألفت أنظاركم إلى هذه النقطة المهمة من أن الحديث هنا في مستوى الحقيقة المحمدية فالحقيقة العلوية هي من مجال الحقيقة المحمدية وإذا كان هناك من اسم ومسمى فإن الحقيقة المحمدية هي المسمى هي المعنى والحقيقة العلوية هي الاسم قلت إذا كان هناك من اسم ومسمى لأجل أن أقرب الفكرة إليكم وإلا فإن الحقيقة العلوية هي الحقيقة المحمدية بوجه من الوجوه هذا الاسم الظاهر الأول من الأسماء الثلاثة الظاهرة هو هذا عنوان للحقيقة العلوية هذا هو المعنى وهو من مجال الحقيقة المحمدية وأما الاسم فهو العلي العظيم مثل ما قال إمامنا الرضا وكل هذا في شؤون التوحيد في الركن الثاني الحديث عن الأسماء الحسنى حديث واسع جدا معارف الأسماء الحسنى تحتاج إلى وقت طويل كي أضعها بين أيديكم بشكل واضح ومبسط مع تفصيل لمعانيها ومضامينها إذا وجدت فرصة في قادم الأيام ربما سيكون لي من حديث في هذه الأجواء لكن وأنا في دائرة ضيقة من الوقت وبصدد رسمي خارطة للعقيدة السليمة لا أستطيع أن أسهب في هذه الجهات لكنني سأعود إلى الإسم والمسمى حينما أتوغل في الحديث عن العبادة هذا هو الذي أردت أن أضعه بين أيديكم توضيحا للمطلب الذي مر علينا في حلقة يوم أمس نذهب إلى فاصل